أقرت الحكومة الحالية الموازنة المالية الجديدة لمدة ثلاث سنوات لأول مرة في العراق منذ عام 2003 حيث كانت الموازنات المالية تعد لمدة عام واحد وترسل للبرلمان المصادقة عليها في السنوات الماضية اتعثر إقرار الموازنة المالية نتيجة الصراعات السياسية والإنفلات الأمني في العراق وبحسب البيانات الحكومية فإن إجمال الموازنة الحالية يبلغ نحو 140 مليار دولار الجزء التشغيلي منها بأكثر من 150 تريليون دينار في حين تبلغ الموازنة الاستثمارية نحو 47 تريليون دينار أما العدز فهو بحدود 63 تريليون دينار حيث وضعت الحكومة سعر 70 دولار لبرميل النفط وهي خطوة قبلت منتقاد الأوساط الاقتصادية التي تعتقد أن هذا السعر يحمل مخاطر كبيرة لا تنسجه مع قانون الموازنة واقتصاد العراق الريعي المعتمد بالكامل على النفط فقط وكان رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني قد قال إن إقرار الموازنة بثلاث سنوات خطوة مهمة لدعم الاستقرار المالي لكن الخبراء الاقتصاديين والنفطيين كان لهم رأي مختلف يتلخص في أن هذه الموازنة ستدخل في مسار حرج إذا انخفض سعر النفط إلى نحو 60 دولار للبرميل عندها لن تكفي الإيرادات سوى رواتب الموظفين والرعاية كما يقول هؤلاء الخبراء إن الموازنة الحالية جاءت مخيبة للآمال عندما وضعت سعر افتراضيا لبرميل نفط 70 دولار بينما تبيع الحكومة النفط بأقل من ذلك ترجمة نانسي قنقر